موسيقى 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 السلام عليكم النهاردة ان شاء الله كده هنبدأ الجزء التاني في شابتر 2 اعتقد فضل من عند ربنا كل تعليقاتكم بدرجة كبيرة جدا مرضية بالنسبة لي فضل من عند ربنا يمكن ان شاء الله كده هنحاول النهاردة نحل معظم المشاكل اللي موجودة عندك في الجزء التاني وقدر الامكان برضو هسيب لحراك كده امتحان على شابتر 1 يليب عقليتك وان شاء الله بإذن الله كده بعد ما نخلص شابتر 2 هدي لك امتحان على شابتر 1 وعلى شابتر 2 فان شاء الله ما تقلقاش على بركة الله كده جاهز الادوات بتاعتك هنبتدي نناقش عندنا حاجة اسمها quantitative analysis ركز كده عندنا معي اولاد وانا بتكلم على وحس كده عندنا الجملة بتقول quantitative analysis ايه اهميتها دي عندنا اولاد تنسل الله الاهمية بتاعتها احنا عايزين نحسب ارقام وعلشان احسب ارقام في جزء مهم عد على حراك قبل كده في اولى سنوي معلش يا مستر محمد هو اولى سنوي مهمة اقول لك طبعا مثلا لو هدي لك reaction كده زي ده ادي نايتروجين مع هايدروجين طبعا منكم الناس اللي مذاكرة كويس مرة عليها reaction ده في شابتر 1 hyper push method لو حراك فاكر هيطلع عندنا امونية طب معلش يا مستر هو ايه لازمت ده لازمت اللي انا بقوله لحردك اللي انت حردك لازم طيب عارف شوية معلومات رقمية كده خليني مسلا اقول له حراكة reaction ده عشان يتم بناخد هنا 1 مول 1 مول من النايتروجين بس اسمع الجملة دي عندنا ثيوريتيكالي يعني ثيوريتيكالي يعني نظري طيب هنعمله reaction مع 3 مول من الهايدروجين برضو نفس الجملة ثيوريتيكالي اللي هيطلع 2 مول من الامونية ثيوريتيكالي معلش يا مستر هو حراكة انت ليه بتأكد على الجملة دي اقول له حراكة لان انا حاطت 1 مول 1 مول ده مش بالضرورة هو اللي يعمل reaction actually عدد المول اللي بتعمل reaction من النايتروجين اكيد مش 1 اكيد عندنا هي قيمة اقل من 1 تطلع بقى عندنا 0.5 تطلع 0.7 مش هي دي القضية طيب عليش يا مستر محمد هي ممكن تبقى القيمة الـ actual او القيمة الـ practical اكتر من وانا اقول لك مستحيل ليه يا مستر اقول لك النايتروجين ده الـ 1 مول مش 100% لا ده جواه شوية يعني شوائب يعني لو انا بتكلم عندنا ولاد على 1 مول من الـ اكيد الـ 1 مول من الـ جواه شوية ميتروجين ومعه شوية طيب ما بتعملش اللي بيعمل عندنا هي عندنا اه ارجع كده الولا سنوية في عندك درس شديد القيمة شديد الاهمية بالنسبة لك حاجة اسمها وثيوريتيكا هنا عندنا اولاد الارقام اللي انا بكتبها من الـ اسمها الارقام السيوريتيكال سواء عدد المولز السيوريتيكال او الـ لكن اللي بيخش عندنا اولاد حاجة تانية خالص حاجة اقل شوية من السيوريتيكال اسمها اكتشول او اسمها براكتيكال طب معلش مستر محمد لان الجمل دي هنستخدمها يعني الوقت عندنا بقول له حراك ايه سيوريتيكالي وان مول من النيتروجين بيراكت سيوريتيكالي مع ثلاثة مول من الهايدروجين بيطلع سيوريتيكالي اثنين مول من الامونية طيب لو كان عندنا الاكتشول number of مولز من النيتروجين اللي بتريكت هي 0.7 هالحراك تقدر تحسب بالضرورة عدد المولز الـ من الهايدروجين اللي بتعمل اكتشن طبعا هعمل ادي اكس هي 0.7 في 3 على 1 وطلع عندنا قيمة المولز الاكتشولي من الهايدروجين اللي هتعمل اكتشن ولو حابب عندنا احسب عدد المولز الاكتشولي اللي هتطلع عندنا من الامونية اقدر برضو احسبها عندنا بالكروس مولتيبليكيشن ادي الواي اللي عدد المولز اكتشولي بتاعت الامونية ادي 0.7 مولتيبلاي 2 وطلع القيمة طب معلش مستر محمد هو ده لازمة حسابية طبعا مهم جدا تبقى فاهم يعني ايه theoretical اي قيمة رقمية باخدها من الاكتشولي سواء بالانس الاكتشولي او تعويض عندنا بمولر ماس او ماس بتاعت سابستانس موجودة من الاكتشولي اسمها theoretical اي قيمة رقمية انا هدها لك اسمها القيمة الاكتشولي او القيمة البراكتشولي دي مقدمة مهمة جدا عندنا اولاد لازم تاخد بالك منها يبانا لازم تكون عندي التمييز ما بين جملة theoretical وجملة actual theoretical ده قيمة رقمية مول او ماس ايا كان مصدرها الاكتشولي انما actual ده قيمة رقمية مصدرها البراكتشولي او مصدرها الرياكشن بالفعل اللي هنعمله طب نخش مباشرة في الموضوع حركة التكلمة على بروسس مهمة جدا اسمها titration titration z دي طريقة بنقدر نتعامل بيها تحت جملة مهمة جدا اسمها volumetric analysis والvolumetric analysis موجود في برانش كبير شوية اسمه quantitative analysis يبقى بترتيبك كده عندنا من الاكبر للاصغر quantitative analysis اللي هدف الاساسي ايس quantity او ارقام او percent هنشتعل عن طريق حاجة اسمها volumetric analysis وفيه طريقة تانية ولكن شغل الشغل على volumetric analysis على بركة الله كده عندنا اولاد هنبدأ الvolumetric analysis مبدئيا لو انا بناقش مع حارضك يعني ايه volumetric analysis طولي مستر الله حارضك مهم جدا اللي انت تبقى فاهم يعني ايه جملة رقمية معناها او جملة علمية معناها volumetric analysis ايه الهدف منها يا شباب طولي مستر حارضك عشان الناس اللي بتتبعنا كده محتاجة نشرح كده جمل محددة بالعربي طبعا نشيش اشرفني جدا ان في ناس من العربي بتتابع شيء شرفنا طبعا الهدف من اعمل ايه طولي مستر والله الهدف اللي انت تعرف تقيس طيب يعني انا انا حقيس الفوليوم الفوليوم بتاع مين طولي مستر والله حراك الفوليوم بتاعة بمعنى لو انا عندي رياكشن مثلا ما بين اسد وليكن اله سيل مع بيز وليكن اله سوديام هادروكسايد او بوتاسيوم هادروكسايد هنا انا عندي بوتاسيوم هادروكسايد بيطلع عندنا اللي هو سولت طب يا مستر الفيزيكال استيت هنا هنا اقواص وهنا عنده حارضك اقواص وهنا اقواص طيب انا عندي هنا ايه الهدف طولي الهدف في اجيب الفوليوم بتاعة سواء الفوليوم بتاعة اله اللي هو الاسد او الفوليوم بتاعة طب فكرني كده عندنا مستر هو رياكشن ده اسمه ايه طولي سر رياكشن ده اسمه طب هل بنشتغل على بس قولك ممكن نشتغل عندنا على رياكشن مثلا زي ده ايرن داي سالفيت هعمله رياكشن مع بوتاسيوم بيرمينجانيت من شابطر وان حتى لو ما كنتش خدت الايكويشن اللي هيطلع طولي خد بالك عندنا مستر ده ده ايرن بوسطف 2 والايرن بوسطف 2 ده الميزة بتاعته انه هو ليس ستيبل طب عرفت منين انه هو ليس ستيبل ارجع اعمل الالكترونيك كونفيجريشن للايرن بوسطف 2 هيطلع ارجون 18 وادي فور اس كاري زيرو من شابطر وان يا ولاد ثري دي كاري سيكس طب انا معلوماتي عن البوتاسيوم بيرمينجانيت هو اوكسيديزنج ايجنت هل هيفضل عندنا ايرن 2 او ايرن بوسطف 2 اقولي لا يا مستر وانت مغمض لازم هيطلع عندنا ايرن بوسطف 3 طب الكنفيجريشن بتاعته هتطلع فور اس كاري زيرو وهنا ثري دي كاري 5 ايه اللي حصل هنا توليستر اللي حصل عندنا اكيد اكسيديشن للايرن اه يعني في بروسس اسمها اكسيديشن كمل الجملة يبقى الايرن ده هو ريديوسينج ايجنت طب والبوتاسيوم بيرمينجانيت توليستر مليون في المية من غير ما كمل الايكويشن اكيد هو حصله ريداكشن يبقى اكيد هو اكسيديزنج ايجنت تاني يعني انت ممكن تعمل اكشن ما بين اسيد بيز اسمه ممكن تعمل اكشن ما بين اليديوسينج ايجنت واكسيديسنج ايجنت اسمه اسمه ايه مستر يعني ايه الاودواكس يعني او ممكن تعمل اكشن ما بين اتنين اوievous solution ايه سي اي اللو اوديوس مع سيلفر نيتريت اعتقد سيلفر نيتريت ده مرة على حرق كتير جدا فكرني كده كان بيعمل ديكشن على كام راديكال طيب في نطاق منهجنا كان بيعمل ديكشن على ستة راديكال لو فاكر طيب كان بيطلع عندنا أولاد AGCL ده بريسي بيتيشن مع صوديم برضو ده عبارة عن طيب سواء الرياكشن سواء الرياكشن عندنا سواء الرياكشن عندنا بريسي بيتيشن وارد أشتغل فيه بالفوليومتريك يعني ايه يعني هقيس الفوليوم بتاعت مين تاعت اي حد في الرياكتانت سواء كان الرياكشن عندنا او الريدوكس اللي هي او بريسي بيتيشن طب معلش يا مستر هتقيس الفوليوم ده ازاي او اللي حرك هقيس الفوليوم عن طريق بروسس مهمة جدا اسمها ويمكن الكتاب واخد عندنا الرياكشن او النوع ده من الرياكشن اللي هو طب معلش يا مستر هو الكتاب بيتعامل مع النيوتراليزيشن بس هل 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 ممكن لو جاتلي ريدوكس او جاتلي بريسي بيتيشن اقدر اتعامل اقولك اه طبعا حضراتك بتاخد عندنا قواعد عامة اه الكتاب مركز على قصة النيوتراليزيشن لكن متاح تشتغل على ريدوكس او تشتغل على زي ما هنشوف مع بعض طيب خلينا كده عندنا اولاد اخد الرياكشن اللي هو النيوتراليزيشن ما تنساش اللي انا هتكلم على بروسس مهمة جدا اسمها التايتريشن طيب ايه التايتريشن ده نكتب اول كده الرياكشن اللي انت بتتكلم عليها ولكن انا هختار اسد وليكن اتشي سيل اكواص مع بيز ولتكن برضو اكواص اكيد عندنا ده اللي بيطلع عندنا اولاد ادي صوت يام كلورايد ده سولت اكواص مع ايتش تو او الحالة بتاعته عندنا ليكويد طيب انا هعمل ايه ميستر اتبثلي حركة ميستر الهدف اللي انت حضرتك عايز تجيب الفوليوم او عايز تعمل ما treballاع ل ليه اقول لك انه هعمل ما بيطلع احسب الكنسينتريشن طيب هو الكنسينتريشن ده محتاج الاب اقول لك اه طبعا في عندك قانون سبق ودرسته للكونسنتريشن اللي هي N على V ال N دي طولي مستر ده ال N دي عدد المولز طب و ايه الفي ده اقولك الفي ده عندنا هو الفوليوم طيب يبقى انا لو قدرت اقيس الفوليوم وعندي عدد المولز هقدر احسب الكنسنتريشن طب معلش مستر نخش في الموضوع مباشرة انت حركة تعمل التايتريشن دي ازاي اقولك التايتريشن عندنا انا عندي اتنين سوليوشن واحد اسد والتاني بيز واحد منهم الكنسنتريشن بتاعته نون اللي هي O.1 مولر طب لما يكون السوليوشن الكنسنتريشن بتاعته نون بقول عليه standard solution تاني لما يكون السوليوشن الكنسنتريشن بتاعته نون بقول عليه standard solution طب صودي ام هيدروكسايد اقولك انا عندي تارجت عايز اجيبي الكنسنتريشن بتاعته يعني الكنسنتريشن بتاعته النون فبقول عليه انالايت كمان مرة يبقى السليوشن اللي الكونسنتريشن بتاعته نون اسمه ستاندرد والسليوشن اللي الكونسنتريشن بتاعته أنون اسمه أنالايت هنشتغل ازاي؟ ركز كده في الخطوات هجيب كونيكال فلسك ادي الكونيكال فلسك بتاعت حضرتك وبعدين نحط في الكونيكال فلسك دي عندنا ولاد السليوشن اللي الكونسنتريشن بتاعته أنون اللي هو مين؟ تقولي مستر اللي هو صوديام هيدروكسايت طيب مجرد ما حطينا الصوديوم هيدروكسايد داخل الكونيكال فلاسك تونستر الصوديوم هيدروكسايد لو رجعت كده لولى سنوين كان عليها ارقام او كان عليها تدريج طيب التدريج بتاعي خليني اعرف ايه تونستر حالتك هيخليك تقدر تقسلي الفوليوم بتاعت الصوديوم هيدروكسايد تخيل مثلا كده ان القيمة الرقمية بتاعت الفوليوم طلعت 25 ميلي من السوليوشن بتاع الصوديوم هيدروكسايد طيب وبعدين احط مع السوديام هادروكسات دي كده عندنا ولاد نقطة ليتمس الليتمس ده طولي مستر ده الليتمس ده عبارة عن chemical substance هقدر اعرف به نوع solution وهنا عندنا الليتمس هتدي لك لون بلو طب ليه اديت لك لون بلو طولي مستر محرك منتحات التحت في الكونيكال فلسك عندنا سوديام هادروكسات طيب كمان مرة يبقى دايما بنحط في الكونيكال فلسك السليوشن هل دايما يبقى صوديام هادروكسات تقولي لا مش بالضرورة على حسب انا عندي فقط هما اتنين سليوشن واحد منهم نون بنسميه standard والتاني النون بنسميه analyte طيب وبعدين اجيب جهاز اسمه بيوريت ايه البيوريت دي يا مستر ده عبارة عن تيست تيوب كده مفتوحة من الناحيتين وليه تدريج خاص ايه التدريج الخاص ده هتعرف حالا لان التفاصيل الاديمة دي بتاعت قولة سانوي مهمة جدا لحضرتك ده كلام كده كنت بتاخده في شابتر وان في قولة سانوي زمان جدا كده طيب هنملى البيوريت دي بايه؟ تبصى الحركة انت اصلا ما عندكش غير هما اتنين سليوشن واحد النون اللي هي صوديام هادروكسايد واحد النون كونسنتريشن اللي هو الهايدروكلوريك اسيت طيب ايب انا حاطت فوق الهايدروكلوريك اسيت ايه دي اتش سيل اللي هي الكنسنتريشن بتاعته طبعا هو اكور سليوشن وانا اقل لك الكنسنتريشن بتاعته او بوينت وان مولر طيب تدريج البيوريت تدريج البيوريت عندنا اولاد الزيرو من فوق والقيمة الماكسموم من تحت اه يعني مثلا كده هنقول ان البيوريت مترقامة من زيرو لغاية هامدرد يعني ايه يعني انا حاطت هنا 100 ملي من الهايدروكلوريك اسيت طيب وبعدين نبتدي بقى نتعامل نتعامل ازاي ابتدي حراكة عندنا يا مستر سيب الهايدروكلوريك اسيت بايدروبنج نقطة نقطة يعني ما تدلقش يا اولاد لازم اسمح للهايدروكلوريك اسيت ان هو ينزل نقطة نقطة على السوليوشن بتاع السوديام هادروكسايد ايه اللي هيحصل؟ تقول اول نقطة من اله سيل هتعمل اكشن مع شوية سوديام هادروكسايد تمام هاللون الليتموس هيتغير؟ تقول لا يا مستر حركة نحاطت كمية سوديام هادروكسايد تحت 25 ملي ماشي اعمل دروبنج من السوديام هادروكسايد اعمل دروبنج سوري من الهايدروكلوريك اسيت على سوديام هادروكسايد هلافضل اعمل دروبنج كده الى ملاي نهاية ولاك لأ اعمل دروبنج لغاية ما لون الليتموس الفايلوت ده البلو دي سوري تتحول للون فيلوت ماليش يا مستر هو ايه اللي هيحصل يعني لما لون الليتموس عندنا يتحول من بلو لفايلوت اقول لك ده معناه انه اصبح جوه الكونيكال فلاسك دي عندنا ولاد صولت اللي هو الان اي سي ال مع الوطر والاثنين دول الحالة بتاعتهم الفايلية بتاعتهم عندنا على الليتموس نيوترال كمان مرة يعني سياتك هتحطي لنا هنا السليوشن الانون كونسنتريشن واللي يكون السوديام هادروكسايد مجرد ما تحطي هنا انت كده عرفت الفوليوم بتاعك تمام وتملى البيوريت دي عندنا تدريج البيوريت الزيرو من فوق والقيمة الماكسما من تحتنا افترضت ان البيوريت عندنا تدريجها من زيرو الهندرد فولتلك عندنا هنملى 100 ملي من الهيدروكلوريك اسد وبعدين نعمل دروبنج من الستاندرد على الانالايت طب لما نعمل دروبنج من الستاندرد على الانالايت ايه اللي بيحصل؟ بفضل اعمل دروبنج لغاية ما اللون الليتموس يديلك اللون الفايلوت هو كان لونه الاصلي يا شباب تقولي كان لونه الاصلي بلو طب اتحول للون الفايلوت اول ما يتحول للون الفايلوت وقف الدروبنج وقف الدروبنج شوف حضرتك استخدمت اسد قد ايه مثلا لو انا بادئ من زيرو وانزلت مثلا لغاية 35 ده معنى ايه؟ ده معنى ان انا اشتغلت او استخدمت او استهلكت 35 ميلي من الهيدروكلوريك اسد تاني يبا انا عندي الكنسنتريشن بتاعت الهيدروكلوريك اسد 0.1 مولر والفوليوم اللي انا عملت بيه اكشن 35 ميلي وانا عارف انا حاطة صوديوم هيدروكسايد هنا 25 ميلي بس الكنسنتريشن بتاعتها انون ايه انا عندي كده مجموعة ارقام عندي الكنسنتريشن بتاعت الهيدروكلوريك اسد عرفتها عن طريق الكنيكال فلاسك وعندي الكنسنتريشن بتاعت الهيدروكلوريك اسد اللي هي موجودة عندي دي الكنسنتريشن بتاعت الصوديوم هيدروكسايد النون والفوليوم بتاعته عرفت عن طريق الكنيكال فلاسك اللي هي 35 ميلي تاب والهيدروكلوريك اسد والكنسنتريشن بتاعته لان هو ستاندرد فهي نون والفوليوم بتاعته اللي انا استخدمته عرفت عن طريق التجربة اللي هي التيتريشن زي عرفت اللي انا احتاج 35 ميلي ماليش يا مستر محمد هل ده رقم ثابت؟ قولك اكيد لا طبعا دانى ده استو عن طريق التيتريشن بروسس وقفت الدروبينج لما وصلت عندنا الحاجة اسمها اند وايند الله يعني انا مستر حشوف عندنا الفوليوم بتاعي اللي انا نزلته من البيوريت دي هو قدي ايه؟ اول ما اشوف عندنا وصلت للاند وايند او الاكويفلنت وايند او الآي Jeonstrat وايند وكلهم حاجة واحدة لأنا هنا بالفعل عمليا'ste كل موظف لك انت بالفعل عمليا استي الفوليوم فيهن الفوليوم اللي انت استه ده ولات اقول الله حركة انا است الفوليوم بتاعت السوديوم هnon quantitative والفوليوم بتاعت الهدوكولوريك اسد عن طريق الREW يبا احنا كان عندنا حق نسمي ان كل ده طريقة صمها volumetric analysis او branch من ال Kansas لان انا هنا بشتغل بعمل measurement للفوليوم طب اناقصت الفوليوم بتاع السوديوم هيدروكسايت اللي هو الانالايت وبتاعة الهايدوكلوريك اسد اللي هو الستاندرد بس خلي بالك انا بقيس الفوليوم بتاع الستاندرد ده او الملاقي نفسي وصلت للإند بوينت طب مين هيعلمك اذا كنت وصلت للإند بوينت ولا لأ قولي مستر الليتمص طب هل في غير الليتمص؟ طبعا في غير الليتمص حاجات كتيرة جدا زي مثال اورنج زي برومو ثايمول بلوم زي فينولوفثالين دي مجموعة وممكن حركة تستخدمها عشان تقيس او تعرف اذا كنت وصلت للإند بوينت ولا لأ تاني يبقى انا كده بعمل بروسيس اسمها تايتريشن عملتها ازاي؟ جبت عندنا سوليوشن فكسد نون كونسنتريشن سميناه ستاندرد وسوليوشن تاني النون كونسنتريشن سميناه دايما شغلك على ما بين أسد وبيز هنحط دايما الانالايت اللي هو الانون كونسنتريشن داخل الكونيكال فلسك ونعرف الفوليوم بتاعبه ونحط معا نقطة انديكيتور وبعدين نملى البيوريت بالستاندرد انا باختار الستاندرد على اساس الانالايت يعني ايه؟ يعني لو كانت الانالايت اللي هنا اسد فانا كنت هستخدم الستاندرد بيز ولو كان الانالايت هنا بيز فانا كنت هاختار الستاندرد اسد وبعدين ابتدي اعمل دروبنج من الستاندرد على الانالايت لغاية ما تأكد لنا وصلت للإند بوينت مين يأكد لك؟ تقول لون الانديكيتور لون الانديكيتور مجرد ما يتغير أنا هنا استخدمت الليتمس يتغير عندنا من بلول فيلوت وقفت الدروبينج وقفت الدروبينج وشفت أنا استخدمت فوليوم قد ايه او المئيس الفوليوم بتاع الستاندرد اللي حصله consumption او اللي حصله reaction مع الاناليات اللي جوه اوقف الدروبينج طب وبعدين يا مستر اصبح عندي معلومات رقمية concentration بتاعة الاسد والفوليوم بتاعة الاسد الconcentration بتاعة البيز النون والفوليوم عندنا بتاعة البيز نون طيب يا مستر الرقمين دول اسموهم عدد المولز طب عدد المولز دي theoretical ولا actual ها دول دي ارقام جبناها من العمل اذا دي ارقام actual طب والارقام theoretical طب وعدد المولز theoretical كام؟ قول لك عدد المولز theoretical اللي هي موجودة عندنا في البلانس عدد المولز theoretical عندنا وان؟ طيب الرقمين دول عبارة عن ايه؟ طيب يا مستر برضو الرقمين دول هي عبارة عن عدد المولز بتاعة البيز عدد المولز الactual ليه actual؟ اه عشان دي ارقام هنقسها او هنعرفها من التجربة طب يا مستر وعدد المولز theoretical اقول لك عدد المولز theoretical جاي عندنا من البلانس والبلانس عندنا بتاعة الصوديوم هدروكسيد هنا هي وان مول يعني كل الحكاية عندنا ولاد اصبح عندي ارقام بتعبر عن theoretical مولز اللي هي موجودة في البلانس وارقام بتعبر عن practical مولز اللي هي موجودة عندنا في الارقام اللي انا استها من العمل كل اللي هعمله بقى هعمل ايه؟ هعمل ريشيو ما بين الـ actual والـ theoretical actual مولز والـ theoretical مولز بتاعة الاسد actual مولز والـ theoretical مولز بتاعة البيز لازم الاسد ولازم البيز اقول لك ما احنا اتفقنا هنشتغل عندنا على neutralization neutralization عندنا انا بتعامل مع acid وبيز طب يا مستر المعلومات دي هتساعدك في ايه؟ اقول لك لازم عندنا يا مستر طالما وصلت للـ end point يبرشيو ما بين actual والـ theoretical مولز تاني مدام وصلت للـ end point يبقى ريشيو ما بين actual والـ theoretical هي ريشيو ما بين actual والـ theoretical معلش يا مستر محمد بس مش ده القانون اللي موجود في الكتاب اقول لحراك ده اصل القانون اللي موجود عندنا في الكتاب واحنا بنتعامل دلوقتي هعلم حراك عندنا كده ان شاء الله انواق على الاسئلة ولكن الاصل هي الجمل اللي احنا اتفقنا عليها انا بعمل ريشيو ما بين actual وثيوريتيكال مولز actual وثيوريتيكال مولز كل الدنيا كده هتبقى واضحة بالنسبة لي معادة جملة واحدة بس قانون طب على بركة الله كده خليني اقدى الحراك كده انواع المسائل اللي موجود عنده حراك في الجزئية دي انا عندي هنا يا ولاد ثلاث انواع من المساكل اول نوع هنكتب كده مع بعض وركز كده لو سمحت في ايجزامبل جيل حراك في امتحان 18 ده نظام قديم اقول لك المسائل ما فيهش نظام قديم ونظام جديد طيب امتحان 18 جاب لحراك قال لك ايه قال انا عندي 0.3 مولر من سالفيوريك اسد 0.3 مولر من سالفيوريك اسد ادد ادد ل25 مولر اه سوري 25 ملي من صوديوم هيدروكسايد 25 ملي من صوديوم هيدروكسايد طيب بيقول لحراك ايه بقى مستر فايند find the concentration of the molarity of صوديوم هيدروكسايد find the concentration of the molarity of صوديوم هيدروكسايد when the volume the volume of سالفيوريك اسد when the volume of سالفيوريك اسد at end point end point دي عندنا مستر اللي هي neutral point is thirty five ملي طيب ده السؤال وطبعا لو احنا عايزين نحاوله بقى للنمط الجديد هديلك عندنا اختيارات هاشتقل ازاي ده يسأل الله حراك دي دي مسألة titration مباشرة طيب قولي كده حراك هو مين الستاندرد ومين الانالايت طيب الستاندرد ده اكيد عندنا اللي انت مديني الكونسنتريشن بتاعته اللي هو ال او point three molar ده السالفيوريك اسد طيب ده الانالايت اللي هو صوديوم هيدروكسايد طيب تعرف تكتب الايكوشن طيب اه طبعا اكتب الايكوشن عندنا ايه دي الستاندرد اللي هو الاسد اتش توس وفور مع الانالايت اللي هي البيز اللي هي الان ايه واتش طبعا احنا قررنا نتعامل مع reaction اسمه neutralization طيب اعلمك طريقة للبالانس من غير ما تبص كده للبرودكس الاسد ده وانا عنده كم بروتون تقول لي عنده اتنين تاب والبيز دي عنده كم او اتش تقول لي واحدة كل اللي هعمله عندنا ولاد هخلي عدد البروتونز اللي موجوده عندنا في الاسد قد عدد الو اتش اللي موجوده عندنا في البيز تاب دي تو ودي وان كل اللي حركة تعمله هتحطلنا هنا كده تو تاني وانا بعمل بالانس بسرعة كده للاسد والبيز بخلي عدد الاتش بوسطف اللي موجوده عندنا في الاسد قد عدد الو اتش نيجيتف اللي موجوده عندنا في البيز حابب ودي طبعا دي ايكويشن عادية اقصد مرت علي قبل كده بيطلع عندنا ادي صوديم صالفيت مع اتش تقو حابب تكون بتكتب الايكويشن كاملة دي تمام انا مفيش عندي فيها ازمة ان شاء الله طيب تعالى كده نشوف المعلومات اللي انت بدي هنا انا ميدي الحراكة عندنا الكنسنتريشن بتاعت الاسد اكتب تحت الاسد كده ده الكنسنتريشن بتاعته ادي او بوينت سري مولر ايه كمان طول ميستر حارضك وانا بقولك انا عند الاند بوينت كان الفوليوم بتاعت الاسد ادي ثيرتي فايف ميلي تمام ايه دول يا ميستر طول ميستر حارضك ده دول الاكتشوال نمبر اوف مولز اكتشوال نمبر اوف مولز طب والثيوريتيكال نمبر اوف مولز قولي ميستر الثيوريتيكال نمبر اوف مولز عندنا هي وان فين الوان دي اقولك الوان ده عندنا يا ميستر اللي هي جاية عندنا من البالانس طب ما تقولي بنفس المبدأ ايه بنفس المبدأ الثيوريتيكال نمبر اوف مولز من الصوديوم هادروكسايد طولي 2 طوليقات امام عشان كده انت عملت بالانس طيب نكمل الأراءة بتاعتنا 25 ميلي من صوديوم هادروكسايد اه ادي الفوليوم بتاع الصوديوم هادروكسايد ادي 25 ميلي انا بكتب اليونت وهتعرف ايه السبب ايه المطلوب اقولك المطلوب عندنا انا عايز الكنسنتريشن بتاعت الصوديوم هادروكسايد دي عندنا unknown طيب كمان مرة ايه الرقمين دول ياولاد تولي ايه ده الرقمين دي او الرقمين دول دا الـ Actual number of moves طابو ده ده تاني يبقى انا عندي ارقام اكتوال ارقام موجودة عندنا في التجربة ارقام هو بيدها لك وارقام انت مصدرها يعني الارقام دي حضرتك المصدر بتاعها طب تمام وبعدين انا وصلت للاند بوينت هو ايه انا وصلت للنيوترال بوينت طب ده معنى ايه تنسى لالله معنى ايه ان ريشو ما بين الاكتوال والثيوريتيكال للسطاندرد ايكوال ريشو ما بين الاكتوال والثيوريتيكال للانالايت طب مصدر معلش طب نكتب قانون كتاب المدرسة يا سيدي الاولاني ده اسمه ام وان في وان وهنا ام ايه طب ايه الام وان دي ده دي الكونسنترياشن بتاعت الستاندرد ايه الفي وان دي ده دي الفوليوم بتاعت الستاندرد والام ايه دي دي عدد المولز الثيوريتيكال بتاعت الستاندرد طب وهنا أقول لك هنا M2 الكونسنتريشن بتاعة الأنالايت وهنا V2 الفوليوم بتاعة الأنالايت وهنا الMB عدد المولز الثيوريتيكل بتاعة الأنالايت A عشان ده أسد وB عشان ده بيز طب يبقى قانون كتاب المدرسة بتاعة حركة اللي هو بيتعمل إزاي بنكتب كده M1 V1 على MA equal M2 اللي أنا معرفهاش V2 على MB واحد من حركة وقال لي مستر أنت دايما بتقول أو كنت دايما في الشرح بتاعة حركة بتقول استخدم الفوليوم بالليتر تمام أنا أحول لتنين دول إلى لتر هل عندك أزمة؟ تقول لي لا أنا عندي تحويلة بسيطة جدا كده عشان أحول من لتر إلى ملي بضرف في 10 power 3 والعكس بضرف في 10 power negative 3 أنا شخصيا بحب أتعامل دايما الفوليوم بالليتر طب معلش يا مستر محمد بس إحنا ملاحظين ان دوان ملي وده ملي يقول لك خلاص مدام الاتنين عندنا نفس اليونت فما تحولش عايز تخليك في وتحول دايما عندنا إلى لتر تعمل التحويلتين مرة واحدة مفيش مشكلة ولكن طالما عندنا الاتنين دول نفس اليونت فأنا مفيش عندي أزمة طب ابتدي حراك بقى عوض وشوف عندنا الحاجات اللي ناقص لها أو الحاجات اللي ناقصة عندنا فعوض عندنا بقى التعويض المباشر بتاع حريضك كده ناقص لحراك عندنا فقط ده النمط الأول من المسائل تنسى الحراك يعني هي الدنيا بتيجي بسيطة كده كده ان شاء الله الدنيا هتبقى بسيطة إذا حراك فهمت والدنيا هتبقى صعبة جدا إذا حراك عندك أزمة في الفهم فاخد بالك إذا حراك فاهم بالضبط هتبقى الدنيا مباشرة وسهلة إذا حراك عندك لقدر الله مشكلة هيبقى أي حاجة سهلة هتبقى عندك معقدة ده النمط الأول من المسائل على قصة كمان مرة يبقى في الفوليومتريك أناليسيز أنا كان عندي اتنين سوليوشن واحد عندنا فكس نون بنسميه ستاندرد والتاني عندنا النون بنسميه أنالايت تعاملت ازاي كتبت الإيكويشن الأرقام اللي موجودة عندك اللي هو مدهلك دي هي الأرقام الأكتشول عدد المولز الأكتشول والأرقام اللي موجودة في البلانس دي اسمها عدد المولز الثيوريتيكل طب يا سيدي قانون المدرسة بتحارضك أو قانون كتاب المدرسة المباشر بتاعك M1V1 على MA دي على بعض كده يا أولاد اسمها عدد المولز تمام الأكتشول وده عندنا هي عدد المولز برضو الثيوريتيكل الثيوريتيكل يعني مصدرها الإيكويشن أكتشول يعني مصدرها عندنا الأرقام أعتقد إن شاء الله سهلة أهم حاجة بس تكون بتعرف تتعامل مع نمط المعلومات اللي موجودة عند حدودك ده يا مستر كده يعني بصورة إن شاء الله ميسرة فكرة إزاي تتعامل مع مسألة النوع الأولاني وأنا إن شاء الله بإذن الله كده في الحلقة اللي جاية حدي لك عندنا نوعين كمان وبإذن الله إن شاء الله كده وإحنا بنحل كده ريفيجن قيمة محترمة على الشابطر حدي لك مجموعة أفكار تربط الدنيا كلها ببعضها إن شاء الله كل رجاء إن ده يكون ساعدك بعض ربنا سوعة تعالى ونسألكم الدعاء السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة